نيجي بعد كده برضو عاوزين نشوف المبلغ فيه إحصائية كده معمولة أسرة بتتكون من ثلاث أفراد الأسرة دي بيكفيها قد إيه في الشهر يعني لو أسرة ثلاث أفراد بيكفيها قد إيه في الشهر واحد عامل إحصائية قال إن هي بيكفيها 3600 جنيه في الشهر 3600 جنيه 3600 جنيه دول 3650 3650 معانا صورة على هوى آه هي موجودة هات فطورة الكهرباء 200 جنيه للأسرة الثلاث أفراد مرورة المية 100 جنيه فطورة الغاز 50 جنيه تليفون 50 جنيه نت طبعا تليفون الموبايل ده يعني إحنا مقاللين من نت 50 جنيه مواصلات ذهاب وإياب لرب الأسرة والثلاث أفراد 420 جنيه إيجار شهري 500 جنيه إفطار إفطار لرب الأسرة إفطار 750 جنيه غدا 750 جنيه عشاء خفيف 450 مسحوق غسيل مش عارف إيه صابون وش صابون مواعين علبة السمنة مش حلائة شعر لرب الأسرة حتى الحلاء لازم نحلق طبعا ولازم لازم في حلاءة ومفيش علاج ولا شاي ولا قهوة ولا سجير ولا بيد ولا لبن ولا الكلام ده مفيش كسواسس الفطورة بتقول إن هو الأسرة المكونة من أب وزوج وزوجة وثلاث أولاد 3650 جنيه حتى هنا كنا وصلنا لحد علبة السمنة مش عارف إيه حلائة شعر طبعا لرب الأسرة لازم زي ما قلت لك لازم يحلق ومش هيحلق هو وأولاده لازم يحلق طبعا الإحصائية دي لم تشمل العلاج والشاي والقهوة والسجاير مفيش طبعا حتى الغداء فول وطعمية وصلة طول الشهر الأسرة هيجيلها أنيميا والغداء نصف جبن قريش زائد عيش أنيميا برضو ومفيش دواجن ولا بني ولا لحمة ولا بتاع مفيش البيض ولا لبن ولا الكلام ده لين عزاه مفيش صيانة لأي شيء في المنزل يعني بمعنى اللي يتكسر ما يجيش غيره لمبة بازت ما نجيبش غيرها بدون كسوة يعني مفيش هدوم ولا كده احنا نفضل لابسين الهدوم بتاعتنا نزبط فيها لحد ما هي من نفسها تدوب يعني مفيش خروج ولا زيارات ولا مناسبات يعني رب الأسرة يجيب اكتئاب للايه للأسرة في حين إن الحد الأدنى للمرتبات ألف ومتين جنيه طب ازاي يبقى احتياجات الأسرة تاة تلاف وستمائة جنيه والحد الأدنى للمرتبات ألف ومتين جنيه يعني الحد الأدنى ألف ومتين جنيه اشتغل شو زي ما قلت من شوية لو في أرياف يطلع يربي مواشي ولا يزرع أرض ولا يعمل أي حاجة وسيبه وقم التوكتوك والكلام الفضي والأهاوي والكفهات اللي قاعد عليها لو هنا في المدن ولا حاجة يطلع يشوف أي مصنع من المصنعي يمسك حساباتها آخر النهار يشتغل رئيس وردية بالليل يشتغل مشرف يشتغل سواء يشتغل يلازم يلازم الناس كلها تشتغل رمضان اللي احنا فيه ده أتحدى لو الشغل الفعلي القدرة الفعلية للشغل عدت الـ 20% في مصر وفي الدول العربية